إسرائيل وتركيا تبدأان التفاوض بشأن التعويضات المالية التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية دفعها لعائلات ضحايا السفينة مافي مارمرة بعد اعتذارها عن مقتل تسعة يتراك لقد أكدت عدة مرات أن هذا الاعتذار لن يعيد أرواح شهدائنا هذا الاعتذار لن ينسينا الحصار الذي فرض على أشقائنا الفلسطينيين لسنوات عدة لكنه اعتذار مهم جدا لشهدائنا والدم الفلسطيني صحف تركية أكدت أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو طلق اليوم اتصالا هاتفيا من وزيرة العضل الإسرائيلية سيبليفني اتصال تناول خلاله الطرفان مسألة التعويضات ومستقبل العلاقات بين البلدين علاقات توترت بعد هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية ما أدى إلى مقتل تسعة يتراك ليرعى الرئيس الأمريكي بارك أوباما خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل المصالحة بين البلدين